السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه يارب دايما تكونوا في احسن حال يعني ان شاء الله تكونوا قضيتوا ايام عيد سعيدة وتكونوا كمان قضيتوا شهر رمضان كله بالخير والبركة يارب ان شاء الله يكون كل ايامكم كلها عيد ان شاء الله احنا مع بعض هنبدأ فيديو جديد شايفين البلوفر دوت شايفين قدي ايه جميل قوي وتقسمته حلوة قوي على فكرة هو سهل جدا يعني لو كان في اي صعوبة كنت نفسته عملي بس هو عشان سهل جدا انا هقول لكم نهاردة شرحه نظري ولو في اي سؤال اكتبوا لي بس في التعليقات وانا هرد على طول اتمنى بس تكاملوا معايا الفيديو لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك واللسل ما اشتركش ياشتركوا يفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد اتمنى مزيد من التفاعل اتمنى انتم تكملوا معايا الفيديو هنشرح مع بعض خطوة بخطوة البلوفر طيب لو احنا خدنا بالنا كده وقلنا ده طبعا الجزء الامامي انا عندي هنا فيه ضفيرة في المنتصف ضفيرة سهلة خالص هي ضفيرة شمال بتبقى متكونة عندي من 12 غرزة في عندي شمال الضفيرة في مجموعة غرز ويمين الضفيرة في نفس مجموعة الغرز هنشرح كل دوت كله بالتفصيلة ما نشوف البطرون الغرزة عندي البلوفر بحردة العبلون الحردة دي انا نزلت بيها شرح كامل لبلوفر ان شاء الله هكتبلكوا الرابط علشان تستعينوا بالطريقة وتشوفوا طريقة الحردة بتكون ازاي طيب احنا قلنا اني انا عندي ضفيرة في المنتصف في مجموعة غرز شمالها ومجموعة غرز هي هي يمنها التدريجة دي بتبقى عبارة عن بنمشي ساطرين 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 عدل وساطرين مقلوب لغاية ما نخلص كل الجزء الامامي لكن الجزء ده اللي هو عبارة عن غرزة السنبولة بس واسعة شوية دي بتبقى نوع من انواع غرزة البريوش هنشوف طريقتها ازاي لما نقرأ البترون لو احنا قد نقبلنا بين الكم اليمين والكم الشمال هو هو نفس تقسيمة الجزء الامامي بنفس الترسيب الغرز برضو في ضفيرة في المنتصف وفي غرز شمالها وغرز يمنها هي هي ما فيش اي اختلاف طيب ده بالنسبة للجزء الامامي طبعا انا عندي بس عايزة أوريكون نهاي حردة حردة دائرية ما فيهاش اي مشاكل خالص يعني ليس تبادئ النهاردة تريكو يقدر ينفذ البلوفر دوت بكل سهولة تابعوني بس لنهاية الفيديو ان شاء الله تستفيدوا طيب خلينا نشوف كمان الخلف زي ما نشايفين الخلف بسيط خالص ما فيهوش اي حاجة غير غرزة البريوش بس ما فيهاش اي حاجة خالص ولا ضفيرة ولا تدريجة الغرز ولا اي حاجة خالص اهو شايفين وبرضو الحردة حردة الرجلون اللي هي الحردة المائلة طيب انا عندي بالنسبة لحردة الجزء الخالفي ما فيش حردة احنا بنقفل الغرز كلها مرة واحدة خلاص وبعد كده بنعمل بقى بعد ما بنخلص اه الكمين وبنخلص الجزء الامامي والخالفي بنبدأ نعمل نلقط لغرز البليسين بالنسبة للكم اليمين او الكم الشمال بيبقى نفس حردة الجزء الامامي والخالفي بالزبط احنا بنقص غرزة كل سطرية طيب خلينا نروح بقى بسرعة بعد ما شفنا البلوفر من الامام والخالف خلينا نروح وبسرعة نشوف البطرون ونشوف شرحه بيكون ازاي طيب بالنسبة للبطرون انا عندي البلوفر قايم على كام غرزة على تسعين غرزة او من واحد لتسعين ناخد بالنا كويس مهم جدا اللي انا هقوله دلوقتي لما نيجي نعمل بلوفر جاكت اي مشروع لازم نعمل عينة بنفس الخيط وبنفس الابرة اللي احنا نشتغل بيه بنقيس العينة وبنعرف عدد الغرز سواء بنقصها بالعرض وبالطول وبنعرف العدد الغرز وعدد السطور وبناءا عليه بنبدأ نشوف احنا هنبدأ على كام غرزة نراعي الحتة دي كويس قوي عشان يطلع معايا البلوفر مزبوط ومعودش افك بقى كل شوية ولاقي واسع وديق فاحنا يعني وقتنا يعني برضو بيبقى ديق فاحنا عايزين نخلص لحاجة بسرعة بس نطلعها مزبوط خلاص مهم جدا تراعوا الحتة دي طيب خلينا بقى مع بعض كده نمشي حتة حتة في البطرون انا قلتلكو ان هي في ضفيرة في المنتصف وفي غرز يمنها وغرز شمالها هي هي الغرز هي هي ما فيش اي اختلاف الضفيرة زي ما قلتلكو آآ ايما على اتناشر غرزة ضفيرة شمال بنعملها ازاي باجي وانقل ست غرز على ابرة الضفيرة واحطوهم قدام الشغل وبعد كده بنشتغل آآ ست غرز عدل وارجع بعد كده ست غرز التانيين على ابرة الضفيرة واشتغلهم ايه اشتغلهم برضو بالغرزة العيدل بنعمل الضفيرة في السطر الاول وفي السطر الرقم تسعة عشر طيب من السطر الاول او من السطر التاني يعني السطور الخلفية عمتها بنشتغلها ايه بنشتغلها بغرزة المقلوب لكن السطور الامامية كلها بالغرزة العيدل الرمز ده اللي هو بيبقى آآ خط رأسي داخل المربع ده بيبقى غرزة عيدل في الامام وفي الخلف غرزة مقلوب ده بالنسبة للضفيرة بس. ناخد بالنا كويس قوي. انا ليه بقول لكم بس? علشان هقول لكم ليه? آآ في الضفيرة بس. طيب. خلينا نشوف بقى الجزء اللي هو شمال الضفيرة. ويمين الضفيرة? بيبقى عامل ازاي? الجزء اللي هو يمين الضفيرة? بنبدأ بعشر غرز. بنشتغلهم بالغرزة العدل. خلاص? لان ده مربع داخله خط رأسي. هنشتغل غرز عدل آآ في السطر الامامي. طيب وفي السطر الخلفي هنشتغل برضو بالغرزة العدل. ناخد بالنا ان هو عامل السطور اللي هي ديت آآ سطور فردية بس واحد تلاتة خمسة سبعة وهكزة لكن مش اي لاتنين اربعة ستة تمانية. فاحنا هنمشي الجزء اللي هو من غرزة الاولى للغرزة رقم عشرة هيبقى سطرين بالغرزة العدل. طيب بالنسبة للسطر التالت والسطر الرابع هيكون بالغرزة المقلوب. يبقى المربع الفاضي ده بيبقى غرزة مقلوب. طيب يبقى احنا هنبدأ بعشر غرز هنشتغلهم بالغرزة العدل في السطر الاول وفي السطر التاني. لكن السطر التالت والسطر الرابع يكون بالغرزة المقلوب. هنكمل لغاية ما يخلص عندي الجزء الامامي كله. بنفس ايه الترسيب سطرين عدل سطرين مقلوب. طيب تعالوا نشوف الغرز من رقم حداشر لرقم تسعتاشر. طريقتها ايه? لو ناخد بالنا ان هي في عندي مربع داخله سبعة. والسبعة دي داخلها حرف يو. يعني ايه الكلام ده? يعني غرزة عدل من اسفل. بشتغل غرزة عدل من اسفل. في الامام. طب الغرزة العدل من اسفل دي في الخلف بعملها ايه? بعملها غرزة مقلوب. طب بعد ما بشتغل غرزة عدل من اسفل. اجي اشتغل الغرزة اللي بعدية? غرزة مقلوب. المربع الفاضي ده في الامام غرزة مقلوب. لكن في الخلف غرزة عدل. يبقى ناخد بلنا بس ان التقسيمة دي ملهاش دعوة خالص باللي انا بقوله. احنا قلنا ان احنا من واحد لغاية عشرة بشتغل اتنين سطرين يعني بالغرزة العدل والسطرين بالغرزة المقلوب. لكن التقسيمة دي نراعي بقى بالراحة كده واحدة واحدة. دي غرزة عيدل من اسفل دي غرزة مقلوب. وهكزا لغاية ما نخلص الغرزة رقم تسعتاشر. اما بنيجي نشتغل في الخلف الغرزة اللي هي عيدل من اسفل دي بشتغلها غرزة مقلوب. والغرزة المقلوب اللي انا اشتغلتها في الامام بشتغلها غرزة عيدل. خلاص? طيب الجزء ده نفس الجزء ده. برضو بشتغل ساطرين عيدل. ساطرين مقلوب. خلاص? بعد ما منخلص الجزء ده بنروح للجزء التاني هو هو نفس الجزء الاولاني برضو غرزة عيدل من اسفل وغرزة مقلوب لغاية منخلص عدد الغرز خلاص وبرضو في الخلف الغرزة العيدل من اسفل باشتغلها غرزة مقلوب والغرزة المقلوب من الامام باشتغلها غرزة عيدل خلاص يبقى احنا كده شرحنا كل التقسيمة اللي هي يمين الضفيرة لو رحنا لشمال الضفيرة هنلاقيها هي هي بنفس الترتيب ما بيش اي اختلاف يبقى احنا كده قلنا المربعات بنشتغلها ازاي كل مربع عندي بيمسل لي غرزة واحنا مشينا وشوفنا كل غرزة بنشتغلها ازاي شفتوا بقى ان الطريقة بتاعة الغرز سهلة جدا مش محتاجة ان انا ضيع وقتكم فين انا اشتغلها عملي ونطول الفيديو لا احنا انا عاولت ان انا جبلوكو بلوفر بسيطة وسهل جدا وبردو شكله شيك قوي اللي لسه بدء النهار ده تيكو هيقدر ينفزه بيعني بمهارة عالية جدا اتمنى بس ان انتوا تركزوا في كل كلمة انا قلتها في الفيديو وان شاء الله تنفزوا الطريقة لو في اي سؤال اكتبوا لي بس في التعليقات وانا هرد على طول اتمنى ان يكون الشرح واضح اتمنى ان يعني مزيد من التفاعل لو الفيديو عجبكم يريد تعملوا لايك واللسه ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد انا بشكر كل من شاهد الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته